ده انا اول مرة شفت فاتن عندنا في المخلصة. يا جماعة فاتن كانت بنت الامام الشافعي. كانت بنت خليد النبوين. عشان احنا ما بنعرفش بعضنا كنا عادينا عادي انتوا اللي دخلتوا علينا هنعمل ايه? انا بديك كل صغير. اه. انت خدت الفرصة دي بتاعتي. لا خلاص. بس انا فردت فيها صح? انت فردت فيها. نايب من حق. احنا بزمن صعب اللي يلاقي حاجة. يقفشها. يقفشها. والله رزيم حاجة ربنا. انا الجيل ده اكتر جيل مظلوم. يعني الجيل اللي في سن يا فاتن. اكتر الجيل مظلوم. وانا انا مش عارف دي الحلقة ايه برقامة كان في البودكاست. بس اغلب الناس اللي قوم هنا يعني. نوعين. نوع اللي هو ورا الكاميرا. ابطال ورا الكاميرا محدش يعرف مقالصة بس هم اللي بيعملوا حاجات كتير بسببها انا كانش يقوم للعمل فلاني. او ابطال ورا الحاجة عموما مش لازم تبقى في الفن. ابطال ورا الحاجة ناس بتشغل الشغلانة بس من ورا اللي هو يعني. وناس في سننا هنقولش سننا اه وكل الفترة اللي يشتغلوا فيها او اللي حاولوا يحلموا فيها او يشتغلوا فيها دي. كانت الفترة اللي هي كل ظروفنا ما كانتش احسن حاجة. الاقتصادية ولا اجتماعية ولا ضيبة. اه. وكمان فنية لان احنا فنية بقلنا فترة حلوة يعني مش مش كويسين. تعبانين تعبانين يعني. فما بالك بقى من ناس صغيرة في السن بتحلم في الفترة اللي احنا كلنا قريدي فيها تعبانين. بنقدم اعمال كلها بتزوج يعني اعمال على مقصهم يعني. عشان بس نبقى موجودين بس في الاخر مفيش اه. مفيش الطريقة بتاعة زمان الفن بتاع زمان الفن بتاع زمان المسلسل تاع زمان. لا الحاجة اللي هتعيش ولا الحاجة اللي بتكسب ولا ولا ولا. فما بالك بحد صغير في السن بيحاولي عافر في التوقيت ده. هو الطبيعي ان اي حد بيشتغل بيعافر وبيسع وغيره بيتعب. بس اللي مش طبيعي. انه بجد يبقى في السن ده و اهو مش ملاحة. مش عارفة اعمال ايه. وبيشوف فرص قدامه بتسقطف قدام عناف. بحاجات بيبص على واحد تاع التلفزيون هو عام غير مؤهل ان هو قف قدام الكاميرا. اه. تشوف مخرج بيخرج ضايع. وهو يعاني جواه كتير جدا لو لو بشوية ممارسة هيبقى في حتة تاني. انا واحد من الناس بحاسي بها كده معرفش انت يجب. يعني انا الاول اه التعامل بتاعي مع الموضوع ان مسلا انا مسلا كممثلة اللي هيفرق معي بقى ان انا شوف الممثلين لقدام الكاميرا. ان انا شوف ممثل مستفز بقى مش عارف يمثل وانا نفسي امثل والكلام ده كان الاول التعامل لان نقمع الحياة وان الدنيا ظلمة وانه انا عمري ما هقدر اوصل والناس دي بقى هم الوصايت وما الوصايت. بعدين بتبدأ تكتشف انه انا مش هلعب الدور ده. انا مش هلعب الدور الضحية. ولو ما عنديش وسطة انا برضو هحاول وهعفر. يعني انا انا مثلا اه اشتغلت المسلسل. فمعايا الشوريل بس ساعات بحتاجي ان انا عمل سلف تايب لنفسي. قعد في القوضة كده وحطي الكاميرا زي ما انت حاطتها واتجي المشهد عشان ابعادته المخرج. واسع برضو بالطرق القديمة. ان انا مش مع اه اتعامل ان انا مش معي شوريلة مثلا. عشان ابتكل حاجة مثلا جيدة جافت مغي حاجة جيدة عايزة مثلا الشوريل بتاعي اه فصحة. طب ما اعمل حاجة عمية. انوع. اه اروح اعمل فوتو شوت. اه اروح مثلا اه مهرجان. اسعى ان انا مع ايه ممكن ظروفي ما تبقى السمحة ان اروح المهرجان ده ولا استعدله لان احنا برضو يعني بتبقى انت مديا مش مش لسه في اول مش مش قادر. بس بتحاول بقى بكل الطرق. وبترضى بالامر الواقع ان في ناس اه هتبقى مش مش هتستحق الفرصة وهتاخدها. بس انا حاسة ان الناس الشطرة اللي بتحب الشغلان دي من قلبها بجد هتوصل في يوم والشغلان دي هتبقى بتاعتنا. ممكن انا اتأخر يعني ممكن انا علشان اوصل ويبقى عندي السلطة دي او ان انا بقى باخد بقى الادوار اللي انا نفسي فيها. ممكن ابقى مثلا كبرت شوية بس على اقل ده سبب انا حاسة ان يستحقنا نعيش عشان. في ناس اه اتقدم لها الموضوع اسهل. ممكن بنات في جيلي اتقدم لهم الموضوع بشكل اسهل. بس انا خلاص اردت بالامر الواقع ان هي ده ظروفي. صح. فانا لازم كل مرة وكل فرصة اقاتل عشانها. بس انا حاسة ان احنا بقى اللي هنبضل احنا اللي هنكمل. واللي انت بتقول اي ده حالو للا اي حد بيحاول يبدأ ولسه محاولاته قليلة في عددها. ويعيني كل ما بياخد قطوتين حد يكسره او بتاع تحصل فمن اول محاولتين لانه كمان الجيل اللي اصغر بقى مننا كمان الجيل الصغير يعني ما هواش الجيل اللي بيعافر للدرجة دي. يعني كبير وقوي كم محاولة وبعا كم يزهر. فالكلام انت بتقول اي ده حالو للناس اللي هي ممكن تبقى شافت الحقيقة بالشكل اللي انا حكيته من شوية. فالشكل اللي كنت بحكيه كان ادفانس شوية اللي هو بعد سنين من المحاولات لان انا عارف ناس عديني الاربعين ومن تمنتاشر سنة هم بيحاولوا مفيش. بس في نفس الوقت الباشن اللي تتكلم بيه ده يا رب يوصل لحد من الناس اللي نفسها قوي. تروح لأي حاجة مش في الكلام على الفن. تروح لأي حاجة بس يبقى عنده نفس الباشن اللي تتكلم بيه ده ويفضل مستمر عليه ان هو احيانا بتبقى الحالة دي تبقى مرحلة. بس بعد سنة بيتعب. بعد سنتين بيتعب. ولما بيتعب الله اعلم بقى اللي انتكاسك جيله ازاي ولا بتعب يجيله ازاي يعني احيانا فيه ناس بتسيب انا عرف ناس وكلمنا عليها بعد كده. ناس شابت اللي خالص مش شغال. لابس انا اتفانا انه او استيت برضو انا ما شوف انه اللي بيحب الشغلانة دي. مش هيجي عليه الوقت بتاع ما معرفش او بايز ده وجوة نظري. مش هيجي عليه الوقت بتاع انه خلاص بقى هي مززبطة فهيالا سلام عليك. انا بحس انه انت حسيت انك انت عايز حاجة معينة. هو ده اللي انت عايزه انت هتفايت عشانها هترامع عشانها as long as you can. فايت انت قالت حاجة كويسة وقالت ملاش نلعب دور الضحية. احنا شوفنا اصلا ممثلين ونجوم دلوقتي هما يعتبروا من الستارز وكل ما تفتح تلفزيون تلاقيه فيلم. والناس عرفته هو عنده كم سنة. اه. كم واحد وكم واحدة كانوا كبار. الناس دي اصلا بيحاولوا منو هم عندهم كم سنة. يعني انا فيه ممثلين بشتغل معاهم. انا عرفهم وهم كبار انا ما عرفش هم ايه البادجراون بتاعها. واحنا بنتكلم وبتاع behind the scenes يا ليه بيقول لي انا منوانا في الجامعة في مصرح الجامعة بحاجة. رشد الشامي. مسلا. مسلا. ده مثال. محمد عبدالعظيم. الراجل ده عشان مخلص للشغلانة دي هو مش هينفع يشتغل حاجة تانية. صح. انت شفته بقى في اواج نجاحه بقى دلوقتي هو كبير. يعني مسلا انا انا مش فاكرة هو رشد الشامي ده انا مش فاكرة انا شفته هو شاب. نعم. كلنا شفناه هو كبير. صح. ممكن كان في المسرح اوه بقى له. لا اوه كانوا بيشتغل في المسرح. كانوا مسل المسرح اوه انا سمعت بقى. بس هو بقى ده هي والحب او انا بحس انه في حاجة كده من جهود بتقول لك انا همشي الطريق ده واللي احصد احصد. انا اعداد. يعني الناس كتير تسألني بتقول لي اه نعمل ايه عشان اه نوصل نعمل ايه عشان ده يكورسي. لسه كنت اول انبارح في الوكيشن فجاية بنت من البلاد بتوع الاكسترس. قالتلي انا جاية من محافظة وتنصب علي وقدمت في كزا ووب شوب واتاخد فلوسي انا عايز افتغل في الاخراج. نازل اكسترا جايز تلاقي حد تتعرف عليه عشان ياخدها بحطة. اغلبهم بعمل كده. بس يعني انا كنت وقفة انت بس عبانة علي انا بيك على فكرة. يعني لو هي دي الطريقة اللي 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 لاقيها امشي فيها. انت على فطرة لو تكرت هتلاقي نفسك ارجع كده بالزمن وراء. يعني انا برضو. ده اللي اللي حصل لي في حياتي واعتقد كلنا كده كم مرة روحت حاجات كنت فاكر ان جايز تساعدك وعنوها مساعدتك. هم. هم. بس هي اللي وصفة لاتنا دلوقتي اللي احنا فيه. واخد يبارك بس يعني اللي احنا فيه دي لحد يفتكر ان احنا ببعمل حاجة. لا. على الله يعني. لبعمل الحاجة. لبعمل الحاجة. بحيبه بس احيانا الواحد بيجيبه وحازاته ممكن متبقاش لحازاته قليلة يعني. في الطايم بداية عموك تبقى العزاب كبيرة ممكن شهر وممكن سنة. انت مش بتبقى ده وانت تبقى تحت الارض. تحت الارض لانك حاس انك بعمل تجري وبتخبر في كل السكت. وانا على فكرة بتكلم عن الموضوع ده. غالبا مش في العالم كله. هو غالبا عندنا احنا. لان احنا عندنا عاملين هم اللي بتخلييننا كده. احنا بلد فنانة جدا. اهه. كل اللي فيها بيحب الفنون جدا. اه. بنغني من واحة صوارين بنمثل بنوحة صوارين. كلنا بنمثل في بيوتنا ومع صاحبنا. وكلنا عايزين نغني وكوننا عايزين نمثل بلد فن. فنة فيها تلفزيون وسينما ومسرحة فنة طول عمرها. بايديش جيناتنا. حاجة تانية انه المطبط ابتدت تزيد. كتير. والحاجات اللي بتقف قدامك ابتدت تزيد كتير. وطموحك عملة تزيد قوي. والحاجات اللي قدامك حملت زيد اكتر. فانت الطموح اعلى بكتير من من اللي بيحصل قدامك على على ارض الواقع. فانت لما بتصب احبط ما تحبطش لساعة. ولا اليوم. انت ممكن فيه ناس بتتدفن في الحكاية دي. اه. تحديدا في المجال بتاعنا اللي هو مجال الفني اللي هو كل الناس فيه عايز اتمثل وكل الناس هيسنطلع فيه وتغني وهكذا. فده مش سهل ان يبقى حد عنده الروح اللي عند فاتن. على فكرة الروح دي مش دايما موجودة. يمكن عشان انت النهاردة قابلتيني مثلا في يوم انا حاسة فين انا كويسة او محاها حاجة. بس انا بالنسباني ما عنديش اوبشن تاني. انا مش عايزة سيب المهنة دي. انا بحبها. وانا مش من الناس اللي ما لقتش حاجة تعملها فهجرب امثل. لا انا سيبت حاجة كبيرة. او واخترت امس واخترت طريق اصعب. وطريق مش مستقر. يعني في بلدنا هنا مثلا الطب ده حاجة بريستيجيوس. وحاجة ستيبل. في باثوي معين انت هتمشي فيه هيجيب لك فلوس هيعيشك كويس. آآ الدنيا تمام. على عكس التمثيل اللي هو مليان آآ يعني كواليس وصعبة مبدئيا. آآ هنا مش مستقرة. انت بتستنى الفرصة تجيلك. بس انا حاسة ان انا عايزة عيش حياتي بالطريقة دي. اوقات كتير ببقى محبطة. يعني انا بعد مسلسل رسالة الامام. عابت حبة. ما اتعرضش علي حاجة. كنت فكرة بقى اول مسلسل عملته. وهلاقي الفرص بتانهالي. انت عارفة جدا. لان انا فاكرة صحابي كانوا بيشوفوني او لو حد مسلا مسافر وراجع يقولي انت ليه مش كبهتان. ليه مكتئبة ليه تعبانة كده. كالنسبة للحياة سودة لان انا بالنسبة اصلا مبشاعة المهنة دي برضو. اني فيها ups and downs ومش طبيعي. اعملتي حاجة قوية جدا. لا وانت مبسوط وانت بتصور. انت مبسوط وانت في اللوكيشن. انت حاسس بعدين ده بيخلص. فأنت بشبه ده كأنك انت ختلت دورة 19 وقمت حدفني من هناك. فأنا ببقى عايزة اقرر التجربة دي تاني. بقى عايزة فقدام الكاميرا تاني. عايزة امسك الموتبوك بتاعتي واذكر دور تاني. واخش في اسئلة والغاز تاني. بس قلقيني قاعدة فاضية. فهي دي مهنة الانتظارين. انت قاعد مستني تليفونك يرين. فكان عندي اوبسيشن رهيب بتليفوني. يا سلام لو رقم غريب بياتصر يا سلام. يا سلام. الو. ايوة. كنتش فاضية بس ديني في ضيط. ايوة يا سلام اقولي. انا في الدور الرابع انا انا في الدور الرابع. او مش دور امسل طب اطلع. لو رقم غلط. لو رقم غلط ببقى من دايقة. فكان عندي اوبسيشن وكمان برضو من الحاجات يعني بقى عندي اوبسيشن بها. انا بقى عندي اوبسيشن بالفاليديشن. انا بقيت اخد فاليديشن من الناس. للاسف برضو التمثيل بينامي ده جواك. ان انت مستني رأي الناس فيك. فساعات بحسه دخل على حيات الشخصية. انا مستني الناس تبقى راضي عني عموما بقى. اي. حاجات دخلت في بعض. بحاول ان انا احل ده شوية او ان اتغلب على ده. ده في القرطيني اول مسلسل اه كبير بقى عملته. بعد ما خلص كنت واقفة الوقفتي تريبا قعدت اول تلت اربع عمال بعملهم بقى قدام لنفسي في المراهة اول اخر يوم تصوير. وانا بروح بالنيل وانا بخسره الشيكاة بقى في نفسي في المراهة بقولي انا غريصون مش هكيليش هكيليش هكيلي كده. اه. فمص بق ما حدش يعرف الكم اللي انا عملتهم هم اللي جابوني مسلسل انا نشغلها فيها. اه. فالناس دي خلصت هتقعد في بيوتهم شوية. لو ما حدش فيهم اتصلوا. ما حدش فيهم اتصلوا مين هيكلمني? فكتتول الوقت ما بين كل وبروجيكت وبروجيكت عاود اقول لنفسي خلاص كده انت مش هكيليش 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 هكيلي من فلان. طب فلان اكلمك ومعرفش الا حصل. طب اقعد عيدة على الصابع كده كام واحدة انا عرفه. ممكن يجي من ورا شوق. او ممكن ما يجيش. فاوصل لمرحلة ان انا مش هيجيلي شهرة تاني. طبعاين في يوم لزيز جدا ببصحة من النوم. ادعي حد بقيتلي بيقول لي دونيا خد يا كزا كزا كزا. لبعدها بقى ايه بقى سيبت شوق. اللي هو اخيرا فخلاص يلا بلخش البروجيكت. ده اللي كنت بقولهولك لما معاشا كده بلش مش بتكلم على دونيا. بس عشان كده لما يبقى في حد آآ آآ بقى له خمس ست شهور. عنده الاحساس اللي كان عند فاتن ده. واللي عند دونيا ده. وحد يكلمه فجأة. والبتاع اللي هو داخله ده اللي بيكلموه عشانه ده. نص كم? مش هقوله لأ. هو عايز يحس نفس الاحساس تاني. بس البتاع اللي هو فيه نص كم. فالحركة اللي بتتكرر غالبا مع اغلب الناس. فتلاقي كل الحاجات اللي جايلك نص كم وفيها ناس شغالة فيها مش راضي عم. انا هي ما اشتغلت باعمال مش مش راضي عم. انا فيها دلوقتي حالا بس عشان اي حد مني سمعت. انا فيها دلوقتي حالا مش هقدر اقول ايه بس والله انا فيها. وقفة محراجة جدا 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 في كل سين بيتصور. وقفة محراجة. الناس اصلا بتططب عليك. لو مسلا تلاقي الفرسة السيسين جاي وستين شغال. هو شايف بتاعك على المشهد. على الشعاعك على هذا. فما بالك بقى لو احنا لو احنا كل اللي بنتكلم فيه ده اللي جاي ده كله حاجات حلوة. فانت متطب من طول الوقت حتى لو قاعد ست سبعة شهور متطب من المكالمة اللي جاي لك دي هتدقلك عمل كويس لانك شغال في بلد بتطلع كل حاجة كويس. ام. او هم عندهم اتفاق ضمني ان احنا بنعمل صورة في الفن. حتى حتى عمليك فيها الابصل ده نصفيه حاجات زلالة بتتعلميك فيها. صحيح. شغلنا اي شغلانة فيها يعني غير طب. معلش انا متفاهم اللي انت بتقوليه ده بس في الفن لأ ولو حصل عندكم بيبقى نسبة قليلة قدام نسبة كبيرة. ليه? لان في اتفاق ضمني برضو ان احنا مش اي حد احنا مش بلد عادية احنا عندنا هوليوود. الناحية دي عندنا احنا بقى برضو في اتفاق ضمني ان دي بلد بقى لها شو فيها ديه فن احنا احنا اول اول بلد عملت فيلم سينبها جماعة في الكرة الارضة. اول فيلم مصر مهم. ان كل الناس اللي موجودة في العمل ده عايزة تطلع حاجة حلوة بغض النظر يتطلع ازاي? دي كارسة التانية بقى? ايه. ما دي كارسة التانية اللي هتأملينها. اعتقد ان دي بلد عمل اصعى. يعني انا اطخل اي عمل. بس اطخل انا عاشر ان المعظم اولاشر. تسعين شنبين من الناس اللي تشتغل ده عايزة تطلع حاجة حلوة. مش دخلع. ده احنا بقى بتاعت انه مثلا خلاص احنا متفقين ان العمل اه مشع. اه. وتلات اربع الناس مش مبسوطة اوي منه. فمش بقى نحاول نحس ان يعني انا مبارح كان فيه ما بيني وما بين حد من شرغال معي. انا بقول له عايزين نعمل تازل تازل حاجة في الشغل عايزين نزبطها. فلسين الجاية. الرجل يرد علي يقول لي العمل اللي احنا بنعمله ده اي كلام بقول لك خدي عربيتك ويمشي. وبيهز. فأنا بقول له عايزين نزبطها. فبيقول لي يا بنتي ده اي كلام. فهو مصمم ان احنا بنعمل حاجة وحشة. اه. فارحت لبصوت له كده قلت له اكسم بالله انا عارفة ان احنا بنعمل حاجة وحشة. بس انا هنا. وبعمل شغل. فعمله صح. ما هي. ما هي دي دي اللي بتسأل عليه. وده غالبا ما بيبقاش مقبول عند كل الناس. يعني بقى فيه نسبة كبيرة. وخدها بقى اللي كنت بتقوله فاتين من كوي. انا عندي حد زي فاتين عنده ده. وحد تاني جنبها. ما عندوش اي باشن خالص بس اه. عايزة خش. بس انا ما سبتش الطب ولا سبت البتاعة. انا عايزة اجرب يمكن اعرف اعرف او حد زقني فدخلت. ده نسبته زادت. فبقت النسبة الاغلب هي الناس اللي ما عنداش ده بقت عملة تزيد تزيد. الناس دي عملة تزيد في وسطنا. بقى شبه السم كده عمالية توغل فينا. فتلاقي كل عمل لما بتستلقاط في حد شطر. ولا ممثل عنده ده ولا مش عارف مين بيعمل شغل حلو قوي. ما بتصدق يتين. ما بتشوفيش المنظر ده كتير. انا غريب ان الناس في الاخر كلها بيتفقوا برضو عالشخص اللي عنده فاشا يعني مبرح. كنا بنجيب سيلة ممثلين كتير. انا وكم حد من الاخراج وكم حد من الاسستنس هو بتاع. فجابوا وسيلة كزا ممثل. فكل ما قال لك اه يعني شوية. وكل الممثل اللي هم قالوا عليه والموازوم انا اشتغلت معاهم فانا فاهمة انه ممكن ما يبقاش احسن حاجة اه. اكتر حاجة غريبة لما جات سيلة مثلا ممثل زي خلل النبي. محدش عارف يفتحه ولا يقول اي مش موزن. فهو يا جماعة يعني احنا لما عندنا ممثل عنده او عنده شاطر اه جدا او بيحب شغلانته او 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 او. كل الناس بتفعله فلما جات سيلة خلل النبي كله ست. طبعا. اه. فيعني احنا بنحب الناس الشاطرة. بنحب الناس اللي عندها فشل. بنحب الناس اللي دخلت شغلانة عايزة تعمل الحاجة صح. ما بنعملش زي يوم لي انا مش فا. انا كنت بتكلم مع دوني قبل كده في موضوع اول مرة انت حاستني في حاجة فطبعا كلنا احنا صغيرين بنمثل لعبة الافلام. بيبقى عندنا شوية تلعاف فيها تمثيل وغنى. واحنا اتفقد مش رغدين بالنا. بس او ما بتحس ان انت رايح في حتة فنية ما بيباني عليك في المدرسة. بيباني عليك في حاجات طبية. لا ما كانش بيباني كان بيباني بس ان انا لبقى زيادة. بس ما بنش العكس انك سبت الحاجات الطبية لبقى زيادة وروحتي عملتي مشهد غنى ولا مشهد تمثيل في المدرسة. لا ما كانش في المدرسة فيه الكلام ده عندنا في القرية. ما فيش الفرصة دي. وفي الكلية اول تلات سنين دول انا كنت مركزة ان انا ذاكر بس. ما كنتش عارفة ان فيه مصرح جامعة. بدأت اكتشف ان انا عندي حاجة مع اول مصرحية بقى عملتها بس انا طول عمري عارفة انا بحب التمثيل. يعني انا بحب التمثيل بس مش عارفة الطريق. يعني من وانا صغيرة بالنسبة لي اه يعني طول الوقت بتفرج على الافلام. انا النفسة بقى زي الناس دي او امثل بس ما عرفش الطريق ايه. فانا يا بذاكر يا بتفرج على الافلام. فكنت بذاكر كتير قوي جبت مجموع كبير دخلت الكلية كانت احلى حاجة بقى بالنسبة لي في الكلية ان انا هاجي القاهرة. هشوف بقى العالم اللي فيه كل حاجة. اوه هي مدينة ديزني دي انا عايزة اروح ديزني. او لا لا. انا انا من اللحظات اللي قدر اعدها اللي انا فرحت فيها من قلبي لما جالت تنسيق طب القاهرة مثلا مش ضميات مش المنصورة مش مش المجتمع الريفي او اللي شابه المكان اللي انا جاي منه. لأ انا عايزة اروح لمكان اكبر. اه في فورص اكتر. بالذات ان ان القاهرة او مصر القاهرة هي المركز بتاع كل حاجة. فاكرة اول مرة دخلت فيها مصر? دخلت حضارة المصرحية? نسأل. اه فاكرة او كانت مصرحية في الهناجر. بتايلة دي كانت اول مصرحية حضارها. جالك نفس يعني لما شفت التلفزيون قلت انا عايزة مصر. لما شفت. لأ كان احساس رهيب. انا كنت بدمع. طول الوقت بدمع. انا فاكرة كنت هبلة قوي. كنت بروح للممثلين ساعتها. اه وانا عرفهم دلوقتي وزمايدي على الفكرة في المعهد. يمكن هما ما يفتكروش ان دي انا. من كتر ما انا كنت غريبة. ما يصدقوش ان دي هي دي. اللي هو انتو حلوين قوي. انتو ايه اللي انتو بتعملو ده. انا عايزة ابقى زي الناس دي. عايزة ابقى معاكو. فقالولي انه الطريق تبدأي ان انت تشوفي مصرح الجامعة عندك في الكلية. وانا كنت محظوظة ان الفريق بتاعي الكست بتاعي اللي في الجامعة كان قوي. وكان في ناس شاطرة وبتحب قوي اللي بتعملو مش حاجة اي كلام. فتعلمت كتير هناك. جاءت لك فكرة انك تروح مصرح الجامعة دي من اللقطة دي فروح تفاق. اه لا الفكرة ان انا انا انتوائية جدا. انا اصلا يعني بجد انتروبيرتد قوي. ففي مرة بعد بعد اخر يوم امتحانات في السنة تالتة في الكلية. وقفين مع بعض. لقيت حد من زمالي اسمه وهبة. هو في مصرح الجامعة من سنة اولى. هو دفعتي وهو من سنة اولى هناك. وكنا ساعتها في سنة تالتة. بيقول اه انا مبسوط ان اخلصت امتحانات ومش عارف ايه ونعمل مصرحية جديدة. بقول له مصرحية. فين? انا فكرت بقى بيعمل مصرحية بره بقى اي حاجة. لقيته بيقول لي اه لا احنا عندنا هنا مصرح في الكلية. قلت له مصرح في الكلية عندنا هنا. انت توديني حالا. سخنت يا. توديني حالا. كنت شعارف. تلات سنين في الكلية. اه يعني منزوية تماما على نفس. ايه وفاتم بس اي مكان بيبافلين وشطر فيه ما. فتروحك. والله ما كنت عرف. وعلى فكرة انا ما دخلت الكلية تسحلت الكلية صعبة. بس انت او سمكتش حاسر بكتورة. انت دخلت طلبة عشان انت جانك مجموك بيرسة. اه اعتقد اه هو ده اللي حاصل. خدوك فعلا. انا طول بص اول ثلاث سنين في الكلية دول كانوا يعني كنت حاسة ان انا تعيسك جدا فيهم. انا اي تينك ان انا يعني كنت دبريست يعني لو انا كنت رحت لسايكايترست كان هيدايجنوزمي. اه يقولك اه. اه دبريشان. اه لانا ما كنتش كنت حاسة دايما انا في المكان الغلط. ده مش فعلا. انا الوقتي مش دبريست. انا دبريست دلوقتي بس الاسواب تانية. انا زبان كنت بخاف. بس دلوقتي بخاف اكتر. بس انا مكنتش مبسوط. اه كنت حاسة ان انا مش بعمل الحاجة اللي بحبها. ومع دينة. رجل اللي انت بتقول ليه ده ودك المصر. دخلت المصر حمعها فعلا. اه دفعتي هو دلوقتي بيمثل برضو. واليوم ده انت روحتي فعلا واشتركتي ودخلتي. وروحت ومن ساعتها ما سبتش المكان. وعلى فكرة يعني انا. ايه ثانية دخلتي كده قلتوه مساكرة عايزة مسر. اه اه دخلت قلتوه عايزة مسر. قالوا لي في ورشة احنا بنعملها. الناس الجديدة بتدخل فيها. هتقضي فيها وقت معين. وبعد انت اه. اصنع بس اصنع. بس اصنع في قصة حكيتها لدونيا عن اول مرة اخبرش فيها مسرح. كنت داخل امسل برضي. بس كانت قصة كوميدية. بسبب ان انت بتقول ليه دخلتي. سألت على البتاع بقالولك اه فيه مساحية بتاع. وخدتي اه سكريبت ايه كان شكله ايه. وطلقت بقى على الاستيج. فاكرة. لا ما طلعونيش على طول كده على الاستيج. اه اول مرة بقى تقولي الكلام تمثيل كان. كان فاكرة? اه لا ما يعني في الورشة نفسها اه اه اه. اه اه اه. اول مرة خارس فاكرة احساسها والناس بتفرج عليك. كنت خايفة اوي. كنت self conscious. ما حبيتش الاحساس. كنت لسه مكسوفة. بس انا فاكرة اه على المسرح بقى بعد ما اشتركت في العروض نفسها اه لما عرضنا قدام الجمهور. كان احساس رهيب بقى. اول مرة حكيتها للدونيا. شاف دي ممكن تفكرك بحاجة يعني. كان عندنا مصلحات ااريخية. اه. كانوا بيدوروا على تسمع صاحب النقب وحد بي. شو كان في المدرسة عشان مسل. اه. كان حد بيعمل حفرة في صور. اه لمدينة عشان يعد الجنود منه ويخشوا للمدينة دي. فكت انا بعمل دور ساعة بالنقب ده وكان لازم يبقى عنده دقنة وحنا كنت صغير كده. فكان لازم يبقى عنده دقنة. فاحنا عندنا الدقنة امو استك بتاعت زمان دي. فالاستك باين فقولتهم لأ انا مش همثل. اه. جبنا لازمتك ولوناه وبتاع وخلناه لونه اسود عشان عارف همثل. شنتياتي جدا لأ يا جماعة انا مش هينفع. شوفوا حال تاني وكنتم دائما دايق يعني. وحاسس برهبة جوانا طالع على مسرح. قدام الان تاني هكون لأ هشوف. شوف راجع لها اتناقش. طب فكازت ليه للتمسيل يا ريزو? لا سواني. رمينا الدقنة وبعطنا حد يجيب قلم كحل. اه. رسمو لي بقى دقن بقلم كحل. وخلصنا المسرحية. المسرحية على فكرة خلت جايزة. بس ما نو خلصناه? تلات ساعات بطلع على الكحل من دقنة. مش عايز يطلع. اتعقد. عملت بعدها مسرحية اسمها عبودة. عبودة ده كان حرامي. كان جزره حرامي. فهو قرر بدلا ما بيسرق شارعه بس لا يسرق المنطقة كلها. فالناس كلها كان بتكسب من وراف لس كتير. اه. فلما خد القرار بتاع ان هو هيسرق كل المنطقة الحرامي هيبقى حرامي كبير يعني. الناس عملت مظاهرة في الشارع باي حد هيعترض على فكرة السرقة لازم تتسرق. اه. اي حد مش هيتسرق. احنا وقفين كلنا ورا عبودة. كانوا بيغنولوا في الشارع بقى يا عبودة سير سير. واحنا وراك على المواسير. وبرضو. مازي. مازي. تهوة اهو? لا لا لا. انا انا انا. انا كشتگو culfee.支شتبي بايه من دكلي؟ opponentciيفي بايه يعني سيكعفية بايه؟ ا experimenting contrach clams when the in if we were ai if we weren't making coffee. انتش Konstantino بايه. ا contemporane انتي شكعتين عن سيكعفية بالουμεن لا لا انا ولا نديش شاعة اه؟ اهه بايه؟ الصق um dosi با استكفية ب broken cream. ا او لا 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 خ 맞아요 скفية بايه كريم. اه لا لا انا pause مساء. نوع. على نص. على نص. بلع. عايزة انا مش عايزة. كتعبودة سير سير واحدة ورقة ما وسير لي بقى اللي كتآ ده مفكر كيش بقى ايا حاجة من حاجات كوميديا دي عندك ده اقول. انا. بحبه كوميدي اصلا. بحبه بس اه مش دايما. بس مصرحيات الجامعة مكتش كوميدي. لك عملت عملت كوميدي. عملت. اهو ملوزا. لا والله. اشتب لي دايما انها شيكسبير وهملة. ده اللي عارفة عن الجامعة. لا عملنا عملنا كوميدي. وآخر مصرحيات عملتها دي اللي كانت في المعهد كان كوميدي. كان ميوزيكل وكوميدي وكل الحال. بس انا دايما بيحسروني في النكت شوية. يعني فيه بني ادمين تحس ان هي كاركترز. يعني حياتا شكلها من الكاركترز اللي تخش شوية في الحيطة بتاعت الحاجات السنسي. ده انا اول مرة شفت فاتن عندنا في المسلسل. يا جماعة فاتن كانت البنت اللي ما مش شافحة. عشان احنا ما بنعرفش بعضنا كنا عادينا عادي انتوا اللي دخلتوا علينا نعمل ايه. فاتن اول مرة شفتها قلت مسلحلتي بس. شفت الكنانت اول اول ام تصوير ليك يا عادي دخلت عمي مشاهدك. فانا واقف برا للكاميرا. كلنا فبعا تشغالين في العمل. ادينا على قلبنا. عايزين نعمل حاجة قوية. كلنا متحمسين جدا. آآ مخرج مهتم لو اسمه. كلنا مهتمين يعني. فا اول مرة في الكاستنج طبعا شفت صورتك. شفت آآ صورة البنته التانية شفت كزا صورة من الطلاب. يعني في الكاستنج في الاخراج احنا بنتكلم مع بعض في حاجات كتيرة ومن ضمنها مين اللي هيمس ديها. فانا مش في دماغي قوي ايه اللي هيحصل من كل شخصية غير لما بيجي معاد المشهد. ام. فمعاد مشاهدة كان جيه وكان قبلها كزا مشاهد. معاد مشاهدة جيه. نقولت احنا واقفين بنشتغل. فلسة وكانتش تكلمت لسة بتعمل بروفاته بتاعي. ففي البروفات كده قولت موصلة. ايه جايبين واحدة هتقول جبنتين وفضل اسمك. يعني وكانش في دماغي قوي انها حد انها حد هيطلق ايه طلح حاجة ايه. خصوة انها وش جديد بالنسبالي وانا واقف. اه. عارف غير لبا مين في السوق فهيجيبه كزا تعمل الدور فانت عارف بتمسل ازاي بس انا فاتي مش كتاش قبل جد. فهبتدي اسفل بروفة. اه شوية كده هي وموني. كده قرر بروفة تاني وبقى كده ابتدوا عملي وكان اول ماش انا فاكرك من بالاخل القوضة. فوق اللي اللي بنزعع فيه اوسط بعدها. اه انا والامام الشفعي. لا قابلو كان في مشهد قابلو اللي هو بتاع اه امتي و اه وممتك اه اللي هي مرضت الامام الشفعي. كان مع سماح. بعد كده عملت الخليب يتزععو ده. اه ده كان اول مش هد يتصور. انا سامح عارفها سامح السعيد تماما عارفها. مش وقت هم بعيدوا. اه قلت لا دي اه دي مننا. اه. بنت دي شبهنا اللي هي العيال اللي هي عايزة تقول دي. مشهد الثاني في الثالث. بديت بقى انا اسأل بعد. مش عاف كم مشهد. فاكمي اللي سألت يا ربي كانت في حد واقف. طول. الشباب مصرح وقال لي. اه. الشباب جاي جامد. اه. بس فانا كنت فاجأة اسم فيه كتير حطت مواقف كتير مسلسلة او افلام. يبقى فيه حد وش جديد جاي. يخش. يقول الكلام زي مع اي حد بقولوها. بس اتبسطت باللي انت عمل فيه في ال. انا كنت بتعامل مع مسلسلة رسالة الامام ده. ان ده اول واخر مسلسلة ان هشتغله. اه. وفعلا فعلا الفرصة يريزه ما بتجيش بسهولة. والله العظيمة بتديني بس جزء من الفرصة. دي خلاص بقى بتاعتي. اه. يعني انا كنت بتعامل ان انا. ام جانا سبيك ماي هارت اوت. في كل اللاين هقوله. ده المشهد ده عشان اخد عليه اوسكار. انا هعملاه عشان يبقى احلى مشهد في الدنيا. اقول دي كان لحاجة تانية. لأ دي. بزيبة. اه عشان تحضره صح. ايه مرتزة جدا متوترة جدا. جدا. وهي عايزة كل ثلاث يعني كل ثانية تعادي. تعادي وهي بتزاكر. تعادي وهي بتراكك. ام. فمسلا الخبط عليها ولا مش فات كبس. تقولي ايه? ثانية واحدة وتروح واخدر ولا تقول تبدي ثانية واحدة. وتروح اعلى عصري. انت عارفة انه اسلمويلا طفل عقاد. مخرج عمل ما اش عمل ثلاثة افلام وانش غيرهم. ام. ففي ناس جوه الافلام بتاعته زي مسلا فيلم الرسالة. ام. اتفرج على فيلم الرسالة او اتفرج على عمر المختار. في ناس وشوش معينة. انا واحد من الناس بفكر بالطريقات دي. وشوش معينة ببصلها. وانت متأكد من يوم فيلم انك مش هتشوفها تاني. ويتعدي افلام كتير هتشوفش الوشوش دي تاني. هي مسلت هنا بس. خلاص. لأ يعني هو بتبقى ناس كده عملت دورهم. خلاص مش همثل تاني. اوك. وش مونيكا ووش فاتن. انا بشوف الناس بالطريقة دي يعني. اهم بصلت كده اولتقوها. دي ناس غالبة مش هتمثل تاني. دي ناس اللي هم جايبينها. متودك قوي بعد بقى ما عرفت انه تمثله يعني. متودك قوي. شكل الوش من بره كده اللوك الاولين فرس اللوك كده يقول ده. دي من الناس اللي هال ايه? خشت مول. خلص. عمرها ما هتمثل هي. ليه بقى? في ناس كده. حسن وشها هيتعرض مرة واحدة. هبقى فش حركة. فيلم. ده كبوس. ده ممكن يبقى كبوس لأي. اقول لها حاجة. احسن هي حاجة غريبة جدا. وعرش مفوض وقول لها اولا لأ. بس انا حسيت نفس الاساس. شكرا. يمكن عشان اللغة عربية بفوص حاجة. لا لا لا. اقول لك في ناس بتآآ آآ في في افلام ايراني بتتعامل عن الانبية. افلام من آآ حتة معينة في الكرة ارضية كده بتعمل عن الانبية والرسل. اه. السيدة ماريم بتمثل دور معين في فيلم معين. فانش عارفة دوش ده شفتيه خلاص. حافظ الفيلم الفاركة عليه. وعمرك ما شفتيها تاني خلاص. في حيث انها مرسومة كارتونية نازلة من مكان. ما اقول لكم عشان طبيعة العمل. ويمكن طبيعة العمل لحاسيتكم ده. انا انا مبسوطة ان انا شغالة في مسلسلة تانية دي الوقت عشان لو انت كنت. لا لا دي حاجة حالة انا كنت اقول لك. انا لما جيت بتقول ان اي شغالة انا بحاجة مجوعة بسطة. انا او ما قلت في العتاولة انا قلت ده. انا بسطة الحمد لله. هي شكلها مرسومة على حاجة. اه. ده معنا حلو مش واحد. على فكرة انت هتلاقي شكل بقى في العتاولة مختلف تماما عن الايوم الشهد. شفته. لأ انت انا هبقى واريك اصور. بقى البول فري جود ان ده خيار يعني انك ما تبقيش ماشي في اللاي بتاع دي انت كيوت اللي بتتكلم تريع معايير. اه. هي كيوت شوية. لا بس في حاجات في الكروم. في الكروم انا شفتها. لا في حاجات سبايسي بقى شوية. سبايسي كده. حاولت حاجة تاني عشان اقرب بس نظر دي. لا 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 انا 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 لو كان قالي الكلام ده مسلا من اه. تحيلة اولي كنت شغالة. اه. لا لا يعني طموحي اه اكبر من كده يعني. هو مش كلا ان النظر دي انتي فاكرةها مرعبة. بس يا النظر دي. حلو قوي. يعني انا بالنسبة لي حاجة حلو قوي. ان حد يبقى جاي من مكان ما في الكون. راحوا اختاروه من اخر هتة فاسبانية. عشان يعمل ده لان ما فيش غيره هارف اعملها. اه. هو ده التخابل بقى الشخصية دي مرسومة ازاي. اه. يعني سماحي السعيد او انا مش هزاقول اسمائي يعني بس اي حد من الموجودين انت عارف ان الممثل ده بعد ما شفته في المسلسل. لو قلبت مسلا في القناة الصلاحية. ممكن يبقى بيعمل حاجة تانية ده من الوشوش اللي ممكن تعمل حاجات تانية. ام. لما لوش حسنه مرسوم كده على الشخصية دي عشان يروح يعمل حاجة تانية عشان اوضح لي. عشان يروح يعمل حاجة تانية هيترسم بشكل تاني. ام. ده اصلا. عشان يخرجوه من الكالكتر دي خالص. اه. اقرب مسال ليها مسلسل عمر. اه. انا من اول ما شفت اختيار الراجل انا بحس اصلا ان ممكن انت تختار الشخص كده. انا عايز الشخص ده. اللي مرسوم على الشكل ده. اللي صعب كمان عشر سنين انا شوف اي انا عايز عشر سنين. مفقوم ان ده عمر. هو عمل حاجة تانية? طبعا هو قاعد شوية ما بيعملش حاجات حسب الاتفاقية يعني انه ما ينفعش اعمل حاجات. بس هو الوش برسمته عيوة هي الناس دي اللي شبهت. اه. ده اكس عليه مهدام وهاي كان نشوفه بقى بعدين في حتة. طب ممكن اه. عشان في حاجة شغلاني او بمالينار نتقلم على الفرصة قبل ما نضيع حيطة نتقلم على الفرصة يا واخد الفرصة لو حضرت. انا ماناخد حسة ونسوسة يا. اه دايما بيشغل لي السؤال بتاع امتى اجيب اب? وامتى كمي. يعني انا طول الوقت جوايا احساس بتاع ان انا مش هجيب اب خلص. مم. بس اعب بحيس انه ما جايزة مفقود اجيب اب اب ولا مستنجرر. بس عند فاتن غالي ما هتلاقي الموضوع ده مجال هاشغل بعد رسالة. ما بيجيش السؤال لو ادري? لا ساعات عايز استسلم بس بحس ان الدنيا ما بترحمش الضعيف. لما بيجي الفكرة دي في دماغي بتخليني اولع من جوا. انه انا مش هبقى ضعيفة. مش هيداس علي. بس انا حصدي يعني انه. اجيب اب نسبة تمثيل? ده مش عوبش انا. اجيب اب حلم من. مش اي. يعني انا عايز حصل لحاجة مش عارفة وصلها. هنحاول تادي. ايوة. مع عمرك ما فكرتي افضل احاول لغاية قد ايه اصلا انك مش هم تتكامع واحدة غلصة قوي. يعني انا شخص غلص جدا في موضوع المحاولات دي. انا زنانة جدا. ايه? انا زنانة. لا ما انا بقولك انا عندي استعدال افضل احاول لحد لما تيطلع لي شعر افضل. فحاجة كل اللي بواب بتقول ان هي مش تهم. وعلى قد المحاولات دي على قد الكسرة. اه يا راقوي. اه. وبعدين ايه خلاص بقى تبقى فاكر ان انت على باب الحاجة. وتلاقي الباب ما بيفتحش. طيب تخبط تخبط ما بيفتحش. طب ماشي. تخبط على باب تاني. ما بيفتحش. يعني فيه مرة حد قال لي. انا باب اقول لها ما هتفتح. زي لما يبقى بخبط عليه. ماشي يا جدا عين. فعارف عارف اللي الصورة اللي هي بتبقى ايدك بتتقطع من الدم. وعارف اللي الصور دي. فانا بشوف نفسي كده يعني انا في خيالي انا شايف ايه دي وهي بتنزل الدم. من كتر التقبيط على الابواء. وانا ما عنديش مشكلة. تعالى نحاول لغاية لما موت. بس عاد بخاف. ان هو ما يرغيز يا بنتي دي خلاشة بها ولا ده عند ولا ايه. ما يازم ما فتستسلمي خلاص. ما بتفكر ليش نطلق لي? بصراحة لأ. طب فاكرة 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 الكسر اللي على قد المحاولات. اه فاكرة فاكرة الاحباط اللي انا جايلي. اه بقى بيجي لي اه ساعات اه اه توتز زي انو حال انا فعلا ماشي صح. حال كان صح ان انا سيب التكليف مثلا مستلموش. هل دي اشارة من ربنا انا محتاجة بقى اوقف. بس بتجي لك اشارة بقى من ربنا انك ما توقفش. في الوقت اللي انت محبط في ده. جلمس كده. انك ما توقفش. وده قرم بقى من ربنا. انه هو بيجي ينقذك بعد وقت طويل انت حاسس انك محبط فيه. قبل قبل الامام حصل معاك الكسر دي. والامام كان فتحة ولا كان تعديل. الامام ده كان كان بيسموها طاقة القدر ولا بيسموها ايه. اصلا فكرة ان ده اول مخرج يختارني. دايما اي ممثل بيحلم باللاحظة دي. ان فيه مخرج هيختاره من وسط الناس كلها. ويقول هو ده اللي هيعمل الدور. دي عمرها ما بتحصل. حصلت. حصلت. لأ كل ممثل اكيد حصلت معا مورة. لا يعني عمر الاكشن ما بيحصل. والحلم بيحصل بس الاكشن ما بيحصل. آآ يعني آآ يعني الناس قولي له محظوظة حصل معا ده. فانا حسيت قد ايه انا مميزة. انا فاكرة في بروفيتة ربيزة. آآ كان استاذ ليس قاعد واستاذ خالد النبوي آآ واستاذ سامح السعيد ومونيكا وانا. عاملين بروفيتة قاعدة الشافعي. انا فاكرة ان انا حاولت على قد مقدر وهم كلهم بيقروا ما يخدوش بالهم. انا كنت بعيط. انا بجد دموعك بتنزل قلت والله العزيب لو شافوا الواقع تقول له هبلة. هي بتعيط ليه. عشان انا بصيت. انا قلت ده حقيقي ولا مش حقيقي. والله ما مصدقة وكنا في دور عالي كده فانا بصة الازاز يعني هو الحطى ازاز. فاحنا احنا هنا فعلا وساعات عود افكر نفسي. انا 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 فات. انا في المهندسين. دلوقتي احنا منام بجميع الترابيزة واللعاية جنب ده خلد النموي. والكلام ده كله. طبعا مع الوقت انت بالهايبارة دي بتقل. يعني بتقع مبسوط برضه. مش بصدق نفسك. وحساسك بقى بالمسئولية بيزيد مع الوقت. انه انا اه انا وسط الناس دي. مش مهم كل ده. انا لازم امسل حلو جدا. على فكرة انا حاسة بيها جدا. اكيد انت تحطيت في الوقت. طبعا اصلا. وانا جاي لبودكاست ده النهاردة. ما فيش فرماغي غير فكرة واحدة. بس كل اللحظات اللي اتحصلت وانا صغير قبل ما اعمل اي حاجة. انا لحد الوقت برضو لسه بحاول ما عملتش حاجات قوية. بس اللحظات التانية اللي قصت على طول بعد سنين كتير بعمل نفس الحاجة. انا فاكر اول مرة بشوف حد معين في التلفزيون. ونفس اللحظة بالزبط وانا واقف جاب وبنشرب انا هوش دي برضو من الحاجات الماجيكل بجد. اه حد كان مثلا بطل فطفولتك. هو بطل. بتقابله وانتا كبير. وبتقابله وبتعد معاه. عايز اقول لك الحاجة. وقول لك الحاجة مش الاشخاص بس الحاجات كمان. يعني انت اول مرة تساعد جوا مدرسة في حاجة تجهيز اعداد لفقرة في ازاع مدرسية. ونفس القاعدة بالزبط وانت قاعد على سناريو فيلم كبير جدا بتارفت السنة. ايه يا ريزو. ماشا صعب تسوى. صلى على النبي كده. عليه الصلاة والسلامة. ده رمل ده. ده كل ده وش والله عزم تستمعين. اترضي. لو والله ما كنتش فاكر وانا فاكرها وساخت تلعت قهوة. فاللي كنت افكر فيه بس النهاردة. وانا جاي النهاردة. الحاجة هيفكر فيها هي اللحظات. الدي. اللي انا بحكي عليها دي. انت عملت حاجة وانت صغير. او عملت حاجة وفترة بعد سنين كتير انت بتعمل شبهها بالزبط حتى تاني. ام. اكتر حاجة بقى من الحاجات اللي كانت ممكن تتركز كده وتتسحل في الموضوع وتخش في حتة درامية ممكن تبكيك بجد. ام. تبقى قاعد صهران على فيلم انت وحد بتحبه جدا انت اللي شغال فيه. ام. او اغنية انت اللي عملها. ام. او اعلان جايف من النص والناس تقول لها بتحكي عليه وانت او ادعت في مصدر. ام. الحركة دي كان بتحصل لي في الاول هو ليل. بعد شوية بتحصل لي كتير. يعني كان في سنين مثلا الفواصل ما بين المسلسل والتاني. سنين معاينة في حياتي يعني في رمضان. فاصل كل بتاعي. ام. لان ده انا عملته فكرته. لان ده انا عملته الصوت اللي فيه. لان ده انا كنت بساعد اخراج فيه. لان ده انا اللي اخراج به. كان فاصل كله بتاعي. واحيانا كنا قد نضحك على الحكاية دي. سنين اللي بعدها الدنيا اتطورت شوية. انا زودت من مهاراتي زودت من حاجات اللي بعملها مثلا. تعلمت اكتر. بقى خلاص بقى يلا جماعة ما تيني يروح فيلم كزا. ولا يروح فيلم كزا. ولا يروح فيلم كزا. وهم بيقولون مش شنان انا قاعد. ايه مصد? اه. بتلاقي احلى لحظات مثلا اه اه حب ولا عزومة ولا اهل ولا بتاع على حاجة متعاملها دي حاجة. اه انت مش عارف توصفها مش عارف دي اسمها ايه. خلاق ايه مسلا تروح يداري حفلة. لشخص. بيغني. وبيعمل استعراض او بتاع. وكل حاجة في حفلة انت اللي عاملها. او مشاركة فيها. او الشخص ده ما كانش موجود وانت اشتغلت عليه واحدة واحدة. يعني شغلنا في في شغل جزء منه كده. اشتغلت عليه واحدة واحدة عشان يطلع. ودي حصلت لي كزا مرة كتير. اه. واقف كده مع الجمهور وانتبرج. اه. انه واقفني انه. انه ديك ومارش. النهاردة. هزارتليك? طبعا. يعني اه. مسلا انا اول مرة اقف قدام طريق لطفي. عاد تفتكير مسلا احقا او الصراب. انا بحب المساسل ده جدا. اه. اول واقف قدام الساقة. يعني تيتو. وافريكانو. يعني. لا. يعني. الموضوع هو مؤسر طبعا. بتحس ان انا ما عرفش هو مؤسر ليه? بتحس ان anything could happen. يعني. شي حاجة اه. anything you can imagine is real. لو انا قادرة ان انا تخيل انها بقى ممكن مع الناس دي في يوم الايام ده ممكن يا حسن. فيش حاجة بعيدة. انا تعالي هو ده المؤسر انه على قد التعب اللي انت تعبت انت بتشوف كله. بتشوف ناتيكتو كلها دلوقتي. اه. اه. ده طبع ما انا بعرفت انا اجي هنا. صح. فيه فيه اه كان فيه لقطة برضو في الشغل بتاعنا بتحديدا مشهد معين حصل كده انه بنجرب في حاجة نوع مزيكة جديد بنجرب فيه. ده يمكن قلتقولي قبل كده. بنجرب في حاجة. نوع مزيكة جديد عادي جدا. نوع بننلعب يعني بنجرب. بعد اسبوعين لقينا محصل الجلاب تنسمع عن نوع ده من الناس. ام. بعد اسبوعين لقينا اعلانات التلفزيون كلها بتاع كل الناس اللي حاول تيجي تعمل اعلانات التلفزيون بيعملوا دي لزي معنا عشان يختاروا النوع ده. يا ما احنا كنا بنلعب والله كنا بنجرب. ها. كتلاقي بتشباب سواء ايه ده فجأة بقى تبقى خلاص بقى ويزي. صراح حاجة حلوة. طبعا. حاجة حلوة قوي قوي. انا حصلت لي مرتين. يعني طبعا حصلت حياة كتير بس مرتين انا فكريهم لانهم ما شوفوا بعض من النوم كانت النهاردة. صحية من النوم. ما هيدي كم يوم كده بصحية من النوم مشتاق نفسي. فالنهاردة اه صحية من النوم معدية في في التلفزيون شغال. فانا مدور على عشان اقفل. فانا بمسك الريموت بعمل كده. انا اسمي عطيت فيلم بيخرص. انا معرفش فيلم ايه. فبصيت كده حتى طلعت الموبايل وصورت. وقلت هيبقى اشوف ده فيلم ايه وراحت اقفلته. من شهر كده او اكتر كت بكلم حد من صحابي بالليل وكت مش طائق نفسي برضو متضايقة وبتاع. فوانا بتكلم معاها كده ببص على التلفزيون لقيت برضو اسمي. فبعدين اللحظات دي بتحسسني انه اللي بيحصل ده بيقول لك انه كل الحاجات اللي كانت نفسك فيها اهو يعني زي ما بيقول اهو. اه ساعات لحظات الاحباط بس بتنسينا شوية ان احنا وصلنا لحاجات احنا فعلا كان نفسنا فيها. وابننسى ده. عشان احنا. لأ انا لعك. لحظات الاحباط بتجيلي بسبب ان في حاجات كتير انا بناتها حد شايفها. انا ده اللي بيحبتني مش اللي. مش اللي انا نسيت. بالعكس ده ان انا فاكر هو ده اللي بيحبتني. يعني بلوية الحمد لله ده في مرحلة يعني ممكن كل ما افتح اي بلاتفورم اي حاجة مش عارف ايه. غالبا غالبا مفيش مرة هافتح غير في السكرول دي هلاقي حاجة انا مشارك فيها. ام. هلاقي هنا افكار مش عارف ايه براند كنتم طلعوا وحد كان نزل تليب وحن شغالين فيه اه بأعلان الحمد لله الفترة دي كده. وكتفات دي موجودة من خلاص انت بتحضر حفلة لشخص انت اللي عملت المزيكة بتحضر فيلم مع حد بتحبه وبتسمعه اغنية. حد بيروس في المطبخ جوه على اغنية وانت عارف ان هو بيروس عشان بتلقصه مش انت اللي عمل. ايه مع ديها بس لطفة ايه. في مرحلة ما بعدها بقى. مع زيادة وتراكم كل الحاجات دي. حس كاب حاجة انا مش عارفش راحة. حس كاب حاجة انه احنا احنا شغالين في ده واحنا بنصنع ده وحنفضل بنصنع ده خلاص وهو ده ده الوضع. انت في البلد دي عشان تعمل حاجة غير كده عشان البلد دي مش شاطر غير في ده. بلد دي كلها مش شاطر غير. انها تغني واتمثل وتعمل استعراضات وضحك بعض. يعني هي دي بلد. دي هي دي اللي فعل الاعلان ده سهل بالنسبة لها والبرنامج ده سهل بالنسبة لها والغونة ده كوي. والبند ده شاطر والناس فيها محافلات في الشارع. والرجل اللي واقف في يعمل استعراض. هي البلد دي شاطر ده. لانه ده ماشي في جيناتهم من غير ما مش حاجة يعني بالصناعة معينة بيروحوا يشغلوا ليها مكان عشان تحصل تزل. لأ هي بفطرتها فنانة بلد فنانة. فدي اكتر حاجة متدولة في البلد دي. فانت بقيت جزء من الصناعة دي غزبة عندك. ويلا بقى شد اتنين تلفة معاك عشان يبقوا جزء بعد ما انت تمشي وقا كزا. ما هو كل واحد في حياته? خمس سبعة سنين. كل واحد لولد خمس سبعة سنين منورين بتوعه يعني. هيبقوا خمسة سبعة بس. هم خمسة سبعة بعد كد. استقروا ما مش هتعلي عبر. يوناتها بنوب. استقر شوية عليها. مش هعاش. يعني اغلبها في فترة. طب ما في حاجة تانية بعيد بعملها مع نفسي. آآ والحمد لده ربنا فراملي واني يحس كير اوي. آآ في الوقت طالح بوضة. لما كون في شارع او يكون في مكان او كده. في حاجة من جوايا بعز ما انا بنهار. بعز ما انا من جوايا في حاجات بتتضمر. بوعد نفسي ان انا هيجي المكان ده وانا نكحة وبنبسط. وحصل كتير اوي. يعني انا في بلكونة كده حياتي. انا عيشت فيها ايام فشل كتير جدا دماغي بتسألني هتعملي ايه وانت الجدل حقاقي ده ومعرفش ايه. ورحتها وانا قاعدة بشتغل على التفريغات اول يوم تصوير. فتلوقتي بقي خلاص انا تعودت على كده لما بقى معضية في شارع ودماغي بتفكر في تقبط حتى على فكرة لو مش حاجة للتل بالشغل او حاجة للتل بحياتي او بفشل في حاجة اللي ايه عليكو بحياتي او كده. بقي ببعد نفسي ان انا هاجي وهعدي من الشارع ده في يوم الايام. وانا الموضوع ده ايه عاملة في اي انجلز. او الموضوع ده مبسوطة منه. او الموضوع ده معضوط. انت بتعدي لحاجات? يعني بتعود يتعدي تقولي مسلا انا عملت لحد دلوقتي. مسلسل كزا وفيلم كزا وشارف ايه. It's easy to count دلوقتي. ليه تعمل حاجات كيف? لا انا مسلسلات انا انا عملت مسلسل وبصور مسلسل دلوقتي. عملت رسالة الامام? وبتصوري دلوقتي العتول. العتول. بس قبلها في المسرحة وقدر عديلك حاجات? اه اه. ومسرح حاجات مش 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 مغمورة يعني. اه اه في وعملت عروض حلوة. يعني معروفة على مستوى الجامعة. على مستوى. بعد الجامعة دخلتي مصرحة انا عرفت اني عندك مصرحية اصلا. اه عملنا مصرحية اه اسمها مع الشغل والجواز دي عرضناه في المعهد. واحدة خيالي قبلها وبعدها طه? لا لا هي دي بس. انا سنة اولى في المعهد لسه. لا والله. اه لسه دخل. انا كنتيش موجودة فيها السلفة دي? الاستنى اللي فات كنت موجودة. ما انا بكمل دلوقتي ناس انا اولى تاني. عشان الترمي التاني ده انا ما كملتوش. يعني كملت الاولين والتاني ما كملتوش. طب حلو والله انت. بس ده كان اول مهرجان ليه في المعهد وكان اول مهرجان يعني عمونا. انت متخيلة الفيديو ده زواء تلع ومطلعش يعني. متخيلة في فيديو ده كمان. كمان عشرة سنينتي تتفرج عليك? متخيلة? هي تبقى حاجة حلوة. ان انا انا بحب برجع لنفسي زمان كده. بس عارف دايما لما برجع لنفسي اه قبل كده باستغربني طول الوقت. انا مش عارف باستغرب شكلي او طريقتي بحس ان انا بتغير كتير اوي بتغير بمعدل سريع اوي اوي اوي. او او. او. يا او. يا ايدي بتخيلة كمان عشرة سنين هي اهدفتها. جيجي ده تقول لك انا انا ما اعمالي كلها اللي هتعد. ان هم عملين. او ايه مصري يبقى عندها ستة وافتين عمل. او. ستة واشل اتمنى يبقى اكتر. ان شاء الله. يا رب ايه يبقى اكتر من كده. ان شاء الله. في حاجة بتحصل لي برضه وممكن تبقى بتحصل لك كده الموضوع بتاع الممرز بتاعت الفيسبوك. هشوف نفسك الممرز بتاعت الفيسبوك مسلا من تسعة سنين. والفيسبوك اه بيجايب لك انك كنت كتب مسلا ان يا يا رب بقى وان ما حدش في عبرني ايه بشوف. بجد? يعني ما عنديش حاجات زي كده على الفيشل ميديا. ايه? وانت بتفكر. ما عنديش. ما عنديش. ما بكتبش اللي ببقى الفيدي ده. ما عنديش. والمشكلة اللي بطلعت لي بطلعت لي صور. اه. وانا الحمد لله شكل ما تغيرش هبقى له عشرين سنة يعني. بسيش شكل بقى لي عشرين سنة. مش غازي على الشكل بس يعني مسلا انا فاكر لما كنت احكيت لك على اول مصروحية انا ردها في الجامعة اللي الوحيدة في حياتي. اه الفيسبوك كان جايب من الممرز بتاعتها من فترة. وانا بقى قاعدة عمالة اقول للناس يا جماعة على حضارة. ايه جماعة انا عرفش ايه? والناس بقى وهي بعتاني الفيد باكس بتاعت المصرحية. وانا بتحسن ان ده اكبر انتصار انا انتصارت في حياتي. والكلام ده كان في الخمستاشر او قاعدة. اه. فبص عندي ايه وربانا كرومني وعرفت اعمل حملية اه اكتر كتير. فبالعكس ده حاجة حلوة ان انت تبقى ماشي في الطريق وتقع وتقوم وبعدين يجي عليك وقت. تقول لها انا هكمل. فتلاقي يقول انت بتكمل عشان وده ورست. اوحش حاجة في الدنيا انك تبقى بتكمل عشان. وانا في هاي احنا عاملين شبهة ابطال الافلان. يعني كل واحد فينا دايما بيبقى عنده الدافع اللي خليه يعمل كده. والهدف اللي عايز يوصل له. وعارف اين مطبط اللي قدامه بس يسا بيفكر في خطط ازاي اعاد منه. يعني كلنا شبهة ابطال الافلان في الحكاية دي. يعني هاتها دي مسلا دوقتي فاتل لو سألتها اكيد جوه دماغها كم هدف قريبين. واكيد جوه دماغها دافع معين هو اللي بيحركها او بيزوء اهل ده. واكيد اكيد. طبعا مش الاداف القريبة اني تخلص اني تزال سلافك. لا الا بعد كده. مش عايز اخلص. واكيد عارفها طباطها ايه? اللي هي شايفاها ولسه هيجي لها عاجات مش عارفها ولسه اللي تعملت خطط. انا هوصل لده بالطريقة الفلانية وانا هروح من هنا عشان اكتصف. اه اه طبعا. موعد افكر كتير انو ايه ال next step وانا هعمل ايه? وفي دماغي فعلا حاجات نفس اعملها اه بس مش هقول. بس مش هقول دلوقتي يعني مش عارفة. يعني اه دايما في دماغي حاجاتي هايز اعملها. ودايما عند الخطط اه? دايما اه. بحب بخطط لكل حاجة. خطة ربنا بتبقى احلى طبعا بس اه بحب ان انا يبقى في دماغي في حاجات تتعامل. لازم يعني بالنسبة لازم في حاجات تتعامل. عارفة في واحدة مرة كانت عايزة اه اه هي ما كانتش تعرف قوي ابوها بيشتغل ايه ولا مامتها بتشتغل ايه غير ان مامتها بتاعف تغني اصي. اه. اه. اه كانت لسه هي طفلة. ومامتها كان بتغني كده ايه اه في في الشوارع وفي اله اه. والناس ترميلها فلوس الحاجات. ابوها كان اه ساب لهم البيت تقريبا او ساب لهم العيشة دي كلها واختفت فجأة. ويا البنت دي كانت كل حياتها معتمد على فكرة انها كل ما تقرب من حاجة وتحبها قوي تتاخد منها يتخطف منها يتختفي. اه. لو بتحب ابوها اختفت. شوية امها ادمانت وبتقى ومشت واختفت. اه رب صاحبة لها اختفت. بس مع الوقت بتادي تكتشف ان صوتها هي كمان ممكن تنامي بيه فلوس من الشارع وابتدت تغني في الشارع او حاجات كده. لحد ما ايه محبة شخص. طبعا احنا قلنا ان كل حاجة بتحبها بيحسد الله ايه اختفت. مهم ان الشخص ده اختفت. فضلت فترة طويلة من حياتها عايشة على اسس ان الشخص ده موجود. ابتدت بقى بكرة اللغونة دي عندها حد اكتشافها في الشارع وكده فقال لها بدل ما انت تغني في الشارع تغني في مكان فراني. المكان فراني ده كان مكان اسوأ من الشارع بكتير. وتتلطن بقى من هنا لهنا لهنا. طب ما تيجي تركي هنا اصلا. اه 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 اه. كل ما تقابل حد يقرب منها شوية بتدت بقى تعمل معها بشكل اه اه ما تقربش مني. اه. ههبك هتختفي هتتاخد مني. اه كبرت وابقت اه في مكان احسن من اللي كانت فيه. حد عامل معها قد دخلت في مكان افضل بقى بتغني بقى للناس الشيك وبقت هي شكلها بقى اختلف لبسها اختلف. بقى عندها البيت بتاعها. اه اغانية تاعتها ابتدت اه تنتشر بشكل ما. كبرت 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 لعد ما بقت بها اسم. في مشكلة بس اخيرة حصلت معاها كده في اه في اخر جزء اللي انا بحكيه ده. ده اللي غير لها حياتة طبعا الجزء ده انا مش احرقه. دي قصة فيلمنا النهاردة. الفيلم ده اسمه بيتكلم عن قصة حياة اديت بياف. من اشهر مبنيات في فرنسا. اه. اه. خطوا على الشاشة دلوقتي عشان الناس برضو السم تعبيلوا عايزين تفرجوا عليه. من امتع الافلام اللي ممكن تفرج عليها. انا بحب الافلام اللي فيها او جواها مسرح. اه. يعني فيلم بيتمثل جواها مسرحية. فيلم حد بيطلع فيها المسرح. وبحب الافلام اللي فيها اه قصة حقيقية عن شخصيات اه كتمنتشرة بشكل مرعب في مزيكة في فن في حاجة زي كده. وتحديدا لو الافلام دي معمولة في الباكستيج. يعني وارا بيحصلين. اه. يعني ازاي ده بقى كتن. فتلاقي التيم بتاع الشخصية دي بيشتغل عليه بشكل معين عشان يوصل للمرحلة دي. والتيم ده بيحصلوا بقى الكسارات. بيحصلوا خنات. بيحصلوا نجاحات. اه. الانات دي بتتعامل مع الفرحة ازاي ومع المطب ازاي مع المشكلة ازاي مع النجاح ازاي. ده بيكون الشخصية. ده اللي بيعجبني في فيلم اللي من النوع ده من الصناعة يعني. اه. وهم مشطار جدا فيه فرانسيوين بسا. اه. فانا رشاحوا لأي حد تفرج عليه. انا بحب الفيلم ده اه. اه. تحبيه? طب كويس. اللي ما شفوش تشوفه. اه. في بقى كم حاجة على الموبايل لازم اورهوم لك. عايز اقوليك اه. اول حاجة صورة. ليش. اه. دي فاكرة كتن? في اللوكيشن. ده كان اه يوم الاكل. ليه خدتي بقى الفطيرة المدفارة دي عايز صوري معك. عشان حضرتك اللي قلت. لأ. قلتلي دي الحلويات بتاعت الفترة دي. اه. صح. انا اللي قلت. اه. اه. فطائر اه. اه. حلوة قرع العسل. وقصب السكر. قصب السكر. كنت اسمعي يا ربي فطائر ايه. لا انا انا سعيتها اللي قلت لك انا عايز اتصور معاك. عشان انا كنت مبسوطة قوي بالتفاصيل دي كلها. تفاصيل كل حاجة يا ريزو معاك. بصراح. في الشغل. لما نجم مبهر. انا صح علوة. معاك. وانت عامل تفاصيل حلوة بجو اللي اخيرة. انا انا تفاصيلك. بصراحة انت بتتركز اوية. بعدين حوار دي انت تعمل اكل. وتبت transparency. ابتلي لي دا صد الحنف معرفش بتايع ايه. اصلا انه مكانو بيكلو باني طريقة. لا انت. في التاريخي موضلت عن اكل دا كان صعب. مواانك رستي ا demişا أنا بعمل. واحنا كمان. اوريكي الفيديو ولي نطلع لفاصل طلع طلع كسافها اوش الراجل ده بش طبيعي جميل حلو وقوي وممثل وفي كل عين معاش واصل المرحلة دي ازاي هيا ده ايه طبعا ولا ايه اللي حصل مش عارف ايه انا مش شفتش بوضو الحلقة دي مش عارف ولا ده مثل المفاكرة كل ما فيه في الفيديو ده كنت بحيس ان انا انا يعني منبهرة بقديه هو عنده ثقف نفسه حتى لورود بس هو عنده ثقف نفسه لو هو ده انا طيب شوف ده الله حلو اوي ام انا بتبقيرني اوي اي حد بيعمل اي نومة انا عرف تكونون مثلا الرسمة هني ماشي شوف ايه ويبقى فيه ابتكار او حاجة جديدة او ام بتشوفي حاجات ايه كده صحا او ناس بقى اللي بترسم بالبونة وبالفراب لا بصراحة الحاجات دي كلها بتحسس لي قد ايه حاجة حلوة ان اتبقى بتعمل حاجة وعايز تكريت اكتر واكتر 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 فيديوهاتي المحببة للنوم انا برفش انا بجرع حاجات دي والسجاد السجاد فيه ساتيسفاكشل رهيب وانت بتتفرج على السجاد اللي بيتنظف انا شاف ايه حسيت ده احنا و احنا بنحوال اه بلايه فرصة والله 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 ومشي ده كل القرف ده وهالاقي اللي انا عايزة ميزاكشل